حين أوصى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كميلاً بوصاياه من جملة هذه الوصايا ودائماً أذكركم بها في برامجي يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة هذه الحلقات تمثل خارطة للذين يريدون العمل على صناعة تيار فكري عقائدي مجتمعي في وسطنا الشيعي للتمهيد للمشروع المهدوي العظيم الكلام مصداق للمضمون الذي جاء في وصية أمير الأمراء صلوات الله عليه لكميل يا كميل يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة محتاج هذه الصيغة تشير إلى حاضر الحال وتشير إلى قادم الاستقبال إلى الوقت الذي نعيش فيه وإلى الوقت الذي سيأتي قادماً الحاضر والمستقبل هذه الصيغة هذه الهيئة الإمام هكذا قال له من أنك محتاج المحتاج هو الذي تكون حاجته في حاضر أحواله وفي مستقبل أيامه يا كميل ما من حركة ما من حركة فكيف إذا كانت هذه الحركة أهم حركة في حياتنا إنها خدمة إمام زماننا أذكركم بكلمة الصادق صلوات الله عليه والتي أرددها دائماً في أحاديثي إمامنا الصادق يقول لو أدركته لو أدركت القائمة لخدمته أيام حياتي حينما نتحدث عن تيار فكري عقائدي مجتمعي في وسطنا في وسطنا الشيعي المتدين المنتظر لإمام زمانه نحن نتحدث عن أقدس حركة لا لأننا نتحركها ما نحن والقداسة وما قيمة أعمالنا حتى يمكن أن نتحدث عن قداستها إنها قداسة بقية الله إننا نحاول أن نجعل شأننا الدينية مرتبطاً به من هنا يأتي الحديث عن القداسة القداسة شأن معصومي خالص لا يمكن أن نصف أنفسنا به في أي حال من الأحوال ولا يمكن أن نصف أعمالنا بالقداسة مهما مهما علت ومهما بلغت إنما قلت إنها أقدس حركة من جهة انتسابها إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه إذا انتسابت إلينا فكل النقص فيها وكل الخطل فيها وكل الاشتباه فيها هذه حقيقتنا إنها حقيقة البشر خصوصاً حينما يتوجهون إلى جهة الغيب نحن في عالم الحس أخطاؤنا لا تعد ولا تحصى فما بالكم إذا توجهنا إلى عالم الغيب يا كميل يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة أمير المؤمنين يقرر لنا هنا حقيقة واضحة واضحة في حياة الإنسان على طول تأريخه إنه الفكر إذا تتبعنا تأريخ الإنسان فإن الفكرة هو سر نجاح الإنسان في أي عمل هو سر نجاح الحضارات بغض النظري عن صواب هذا الفكر أو خطأه إذا وجهنا أنظارنا إلى الشعراء مثلاً ودرسنا جميع شعراء العالم من الماضين أو من الأحياء سنجد أن المميزين فيهم الذين يحملون فكرة راسخة في نفوسهم يعيشون لأجلها بغض النظر أكانت هذه الفكرة سديدة أم كانت هذه الفكرة مغرقة في عالم ضلالها هناك فكرة لماذا تميز على سبيل المثال عمر الخيام من بين الشعراء الفرس لماذا تميز عمر الخيام لأنه لأنه يحمل فكرة وهذه الفكرة قد أكلت كل حياته لهذا السبب بقي عمر الخيام شاعراً متميزاً بين شعراء الفرس أنا أضرب لكم مثالاً هنا لأريد أن أتحدث عن كل الشعراء لماذا تميز أبو العلاء المعري خصوصاً في طبقة الشعراء العباسيين لماذا تميز أبو العلاء المعري لأنه يحمل فكرة كان يعيش معها وكانت تنام معه وتستيقظ معه مع أنه ما كان يرى الأشياء بأم عينيه لكنه كان يرى الفكرة بعقله وإدراكه فتميز أبو العلاء المعري لفكرة كانت ترافقه وكان يرافقها وهكذا الأمر إذا ما وجهنا أنظارنا إلى شعراء الغربيين من القدماء أو من المعاصرين الحكاية هي الحكاية الأمر مع الفنانين مثلا لماذا تميز دافنشي الفنان والرسام والنحاة الإيطالي المعروف لماذا تميز عبر التأريخ ليس لأن رسمه كان جميلا الرسامون الإيطاليون الآخرون والفرنسيون أيضا والهولنديون أيضا كان رسمهم جميلا ولا زال جميلا في المتاحف وفي البنايات الأثرية القديمة لكن دافنشي كان يعيش مع فكرة وكانت هناك فكرة تعيش معه هذا هو السبب الذي ميزه عن الآخرين من أمثاله الحضارات كذلك لماذا تميزت الحضارة الرومانية واليونانية للفكر المميز المميزي الذي كانت تحمله هذه الحضارة لا زالت آثار الفكر اليوناني والفكر الروماني موجودة في عالم اليوم في شرق الأرض وفي غربها كل الحضارات التي مرت في تاريخ البشر وكانت متميزة سر تميزها الفكرة التي دارت حولها تلك الحضارة الأمر هو هو في تاريخ الفلاسفة في تاريخ الحكام والقادة في تاريخ الأحزاب السياسية متى سقط الاتحاد السوفيتي حين فقد الناس ثقتهم بالفكرة التي نشأ عليها الاتحاد السوفيتي حين فقد الناس ثقتهم بتلك الفكرة فبدأ البناء ينهار شيئا فشيئا وهكذا إذا ما رجعنا إلى تاريخ الحضارات الماضية إنما نشأت وصارت قوية متميزة في كل أنحاء العالم لفكرة بغض النظر عن صواب تلك الفكرة أو عن خطائها لأن الفكرة إذا ما رسخت فإن كيان الإنسان يكون منفعلا بها ومتفاعلا معها وبعد ذلك يتحول إلى عنصر فاعل بسبب الفكرة التي يحملها بغض النظر هل هي فكرة دينية هل هي فكرة سياسية هل هي فكرة اقتصادية بغض النظر عن نوع تلك الفكرة الفكر هو الذي يعطي للإنسان ميزة والفكرة هي التي تجعل الحضارات متماسكة وتجعل الدول القوية قائمة الولايات المتحدة الأمريكية دولة قوية لكنني أقول لكم مع قوتها في العلم والتكنولوجيا والعسكرتارية والعسكرتارية وفي الاقتصادي وفي كل نواحي الحياة مع قوتها التي لا تماثلها لا تماثلها عبر التاريخ وليس في زماننا هذا لا تماثلها من الدول التي مرت دولة أكانت منقرضة أم كانت موجودة في أيامنا هذه لكن معالم الضحف الفكري لا أتحدث عن فكر مفكريها وإنما أتحدث عن الفكرة التي نشأت عليها هذه الدولة بدأت هذه الفكرة تتضعضع خصوصا حينما وصل ترامب لرئاسة الولايات المتحدة هذه علامة واضحة من أن الشعب بدأ يفقد الثقة بالفكرة الأصل ولذا فإن الكثير من الأطراف والمؤسسات هبت بقوة لمعالجة هذا الأمر هل يستطيعون لا يستطيعون هذا أمر خارج عن موضوع الحلقة إنما جئت بما جئت به مثالا هذه القضية قضية قضية جوهرية الفكر في تميز الكيان الإنساني وفي تميز الحضارات عبر التعريخ وإلى يومنا هذا واضحة جدا إذا أردنا أن ندرس تعريخ الإنساني بشكل فردي أو درسنا تعريخ الشعوب أو درسنا تعريخ الحضارات والأمم وحتى في الأديان أيضا بغض النظر عن نوع هذا الدين وهل هو سماوي هل هو أرضي الأديان أيضا كلما بنيت على أصول متماسكة كلما كان ذلك الدين مميزا وهذه هي ميزة دين محمد وآل محمد لأنه يبتني على فكرة متماسكة جدا أنا لا أتحدث عن الحوزة الطوسية المهلهلة التي تبتني على فكر سيء إلى أبعد الحدود لأنهم نقلوا صورة مقلدة عن صورة الفكرة التي بنيت عليها سقيفة بني ساعدة ومن هنا إذا أردنا أن نقوم بالمقايسة بين متانة السقيفة بني ساعدة ومتانة سقيفة بني طوسي فإن سقيفة بني طوسي ستصبح مهزلة ولذا فإن مراجع هذه السقيفة لم يجدوا حلاً في تطويع الشيعة من أتباعهم إلا من خلال استحمارهم إلا من خلال تثويلهم وتجهيلهم وتضليلهم وهذا الموضوع تحدثت عنه كثيراً في برامج المختلفة والمتنوعة الخلاصة التي أصل إليها كلمة سيد الأوصياء تتحدث عن هذه الحقيقة يا كميل ما من حركة يفترض في هذه الحركة أن تكون ناجحة وأمير المؤمنين هنا يتحدث عن حركة ناجحة متماسكة يا كميل ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة لابد أن تبنى تلك الحركة على معرفة على فكر ما هي المعرفة أعلى درجات الفكر المعرفة أعلى من العلم العلم مستوى من مستويات الفكر المعرفة أعلى من العلم وأرقى من العلم العلم صور في الذهن البشري أما المعرفة صور في الذهن البشري وفي القلب البشري المعرفة علم وعقيدة المعرفة فيها جنبة عقلية واضحة وفيها جنبة قلبية وجدانية واضحة بنفس درجة الوضوح العقلي هذه هي المعرفة المعرفة وضوح عقلي وقلبي في الوقت نفسه بنفس الدرجة ومن هنا فهي أرقى من العلم الذي هو وضوح عقلي فقط انطباع لصور المعلومات في الأذهان يا كمين ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة من هنا إذا أردنا أن ننشئ تيارا فكريا عقائديا مجتمعيا مهدوية لابد أن ينشأ حول فكر أصيل لابد أن يكون مضمونه مضمونا عقائديا متينة وهذا ما تتكفل به برامج قناة القمر نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر